بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نتحدث في درس هذا اليوم عن بعض أنواع المردود بسبب طعن في الراوي وسيكون حديثنا في هذه المحاضرة عن الحديث المنكر فنقول بداية إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق فحديثه يسمى المنكر والمنكر في اللغة اسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار أما اصطلاحا فقد عرف العلماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان هما التعريف الأول هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره والتعريف الثاني هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده وفيه زيادة على التعريف الأول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة نذكر الآن الفرق بين المنكر وبين الشاذ فنقول أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو أو لا منه أما المنكر فهو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة إذن الشاذ مخالفة المقبول والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا لثقة فيعلم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف قال ابن حجر وقد غفل من سوى بينهما مثال على الحديث المنكر حسب التعريف الأول ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في المتابعات غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده مثال للتعريف الثاني للمنكر ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رووه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف رتبة المنكر يتبين من تعريفي المنكر المذكورين آنفا أن المنكر من أنواع الضعيف جدا لأنه إما راويه ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق وإما راويه ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة وكل القسمين فيه ضعف شديد نتحدث الآن عن المعروف وهو ما يقابل المنكر ولم يذكر المعروف هنا لأنه من أنواع المردود وإنما نذكره هنا لمناسبة ما يقابله وهو المنكر والمعروف من أقسام المقبول الذي يحتج به ونقول في تعريفه لغة هو اسم مفعول من عرفاء أما اصطلاحا فهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر أو بتعبير أدق هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده الحافظ بن حجر مثال المعروف فهو المثال الثاني الذي مر في نوع المنكر لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفا على ابن عباس لأن ابن أبي حاتم قال بعد أن ساق حديث حبيب المرفوع قال هو منكر لأن غيره من الثقات رووه عن أبي إسحاق موقوفا قال وهو المعروف هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم